سيكون هناك إجراء حازم للحكومة على مدى 17 عاما لم يسمع العراقيون من الحكومات المتعاقبة سوى الوعود حتى ترحل حكومة وتأتي أخرى أو يندلع صراع سياسي فتنكشف ملفات الفساد ومافيات السرقة ثم تطوى تلك الملفات تحت طاولة تبادل المنفعة والتوافق السياسي جاء الكاظمي وتحدث عن تركة ثقيلة وميزانية مستهلكة وخزينة خاوية وهو ذاته ما ذكره جميع رؤساء الحكومات السابقة بدءا بعبد المهدي وقبله العباد والمالكي وليس انتهاءا بابراهيم الجعفري أفت الفساد في العراق وصلت جميع مفاصل الدولة من أعلى قمة في هرم السلطة وحتى الوزارات والمؤسسات الحكومية ومرورا بالصفقات الحكومية التي يتم إبرامها في معظم المؤسسات والقطعات مثل الصحة والكهرباء والبنية التحتية والمواد الغذائية بالإضافة إلى عقود التسلح وفساد المنافذ الحدودية والموظفين الوهميين ومع تفشي الفساد باتت الدولة ضعيفة أمام مواجهة الأزمات الاقتصادية وآخرها أزمتات فشي كورونا وتهاوي أسعار النفط المصدر الرئيسي لإرادات الدولة حيث لم تجد الحكومة في العراق الموالد الكافية لسد رواتب موظفها الكاظمي أكد أن الحكومة تتجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي كما ستتبع سياسة تقشفية قاسية لكن مراقبون للوضع قالوا إن هذا التوجه يعد تأكيدا بأن لا نية لدى الكاظمي لمحاربة الفساد أو إجراء إصلاحات حقيقية كما وعد وتوعد النائب باسم خشان بدوره قال إن الكاظمي غير قادر على إدارة الحوار بين الكتل السياسية موضحا أن حكومته ليست إصلاحية بل هي امتداد للحكومات السابقة التي تشكلت وفقا لنظام المحاصصة تلك النظرة التي بناها المراقبون على واقعية مفادها أن استرداد أموال العراق المنهوبة وإيقاف صفقات الفساد وتقليل رواتب المسؤولين والنواب ومحاسبة لصرفيات الأحزاب والميليشيات كل هذا لو تم لاختفت الأزمة الاقتصادية وتلاشى شبح الفقر والتقشف الذي يهدد المواطن العراقي بينما ينعم شركاء العملية السياسية بثروات البلاد